يمكنه التخفي قبل الانقضاض على هدفه إنه صاروخ ستورمشادو البريطاني الصنع الذي وصل إلى القوات الأوكرانية في دفعة أولى لم يحدد وزير الدفاع البريطاني أعدادها لكن لسان حال القيادة الأوكرانية يقول إن تصل متأخرا أفضل من ألا تصل لطالما ألحت أوكرانيا على لسان رئيس هفلودمير زينينسكي على حلفائها الغربيين بضرورة إمدادها بأسلحة نوعية بعيدة المدى مجلة نيوزويك وصفت شحنة الصواريخ البريطانية بعيدة المدى بأنها ستمثل تحديات جديدة وصعبة للدفاعات الروسية فقد حققت ما طلبته كييف مخاوف حلفاء أوكرانيا لم يعد لها مسوغ بعد أن أقدمت الأخيرة على مهاجمة الكريملين بطائرات مسيرة إلا أن الغرب ما زال غير راغب في دخول ولو غير مباشر من خلال السلاحه في هجوم أوكراني على روسيا خارج حدود الحرب على الأراضي في أوكرانيا وتبقى خطة الغرب في إنهاك موسكو وإرباكها في مستنقع أوكرانيا واستنزاف قدراتها في حرب طويلة المدى لا فائز فيها ولا مهزوم ولو على حساب المدنيين الأوكرانيين وإن كانت قد تأتي ببعض ثمارها إذ إن الوضع في مدينة بخموت الأوكرانية شاهد على ذلك وهو ما جعل قيد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بيغوزين يخرج عن صمته متهماً القوات الروسية النظامية بالهرب من مواقعها في مواجهة الهجوم المضاد الذي تنفذه القوات الأوكرانية في المدينة تصريحات بيغوزين التي نفتها وزارة الدفاع الروسية يخلفها الوضع على الأرض الذي بات سجالاً وهو ما يهدف إليه الغرب بالضبط وهو مزيد من الخسائر دون تحقيق مكاسب في سيناريو متكرر لا يصلح معه تيك تيك الأرض المحروقة الذي تتقن تنفيذه القوات الروسية ويبقى الاقتصاد والنفس الطويل عاملين مهمين في إنهاء الأزمة في أوكرانيا الذين تعدى حدودها البالغة 600 ألف كيلومتر لتؤثر وفق نظرية الأواني المستطرقة في العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر